السلام عليكم طلاب الصفراء على الملعى عز ورحمة الله وبركاته درس جديد من دروس مادة الأحياء وهذه المحاضرة هي عن الفصل الثامن تلائم الحيوانات والنباتات مع انماط الحياة في البيئة المائية وفي هذا الدرس وصلنا إلى الموضوع الثاني اللي هو تباين الشروط البيئية في البيئة المائية هسه نجي نشرحها على النقض من البيئة المائية فإن بيئة اليابسة ذات شروط بيئية متباينة بدرجة كبيرة هذا أيضا تقدر تقول على تعليل وتقول ليش تكون شروط البيئية في البيئة اليابسة متباينة بدرجة كبيرة وذلك لأن البيئة المائية فيها سهول وجبال ووديان وبرد وحر وجفاف ورطوبة كلها عوامل قادت إلى نشو تنوع التكيفات في البيئة اليابسة تتلائم مع تنوع البيئة اليابسة مثلا هسه رح يطينا تكيفات الأرجل رح يعددنا نياها العضايا التي تعيش في الصحراء تمتلك في أصابع الأطراف وسائد تموكينها من السير فوق الرمال دون شنو أن تغوص أقدامها مثلا والطيور تعيش على اليابسة مهيئة أيضا للطياران تتخذ أرجلها أشكالا مختلفة لتلائم ظروف الحياة وتباين شروط البيئة من حيث التغذية والحركة بعض الطيور شو تكون أرجلها مصممة للركض أو الجاري مثل النعام هذن يكونين تقدر تأشره النوعية مثل النعام حيث تكون الأرجل طويلة وقوية ذات أصبعين قصيرين وتحتوي الأقدام على شنو وسائد لينة يرتكز عليها الطائر أثناء المشي والطيور السابحة أو الطيور المائية مثل البط والوز والخضياري تكون ذات أرجل قصيرة ذات أربع أصابع ثلاث منها نحو الأمام وتكون صفاقية أيضا أي تحتوي على الصفاق والرابع نحو الخلف هسنج هذا تعريف الصفاق يمثل غشاء رقيق يربط الأصابع ويساعد على السباحة والطيور الجارحة مثلا النسر والصقر تكون أصابحها أيضا شنو مقوسة مثل ما راح نشوف بهذا الرسم اللي هو مطيناها الصورة الصقر والنسر تكون أصابحها شنو مقوسة مثل ما تشوفون بدني الأشكال وذات مخالب بدن نشوفها مخالبها حادة يستعملها المسك الفريسة وتمزيقها والطيور الجارحة كذلك والطيور الجاثمة مثلا العصافير وغيرها والبلبل والغراب لهذا ثلاث أصابع أصابع أمامية والرابع يكون خلفي هذه المصممة جيدة للإنحناء حول أغصان الأشجار حتى تتمسك بيها وفي الطيور مثلا المتسلقة مثل الببغاء ونقار الخشب وغيرها من الطيور يكون الأصبع الثاني والثالث مدبب واتجاهه شنو نحو الأمام بينما يكون الأصبع الرابع مدبب ومتجه نحو الخلف شوف هذه بها شوية أكو اختلافات هنكنين بهم أربع أصابع بس أكو منهم قسم ثلاثة نحو الأمام وواحد نحو الخلف وأكو بهم اثنين نحو الأمام واثنين نحو الخلف وكون مدببات هذا المدبب حتى يستطيع أيضا التعلق ومسك الأشياء بيها طبعا هذا الأرجل الصفاقية أرجل الوز والبطوة الأخضيرة شوفوا بها مادة جلدية بين الأصابع تسمى بالصفاق هذه حتى تساعدها على السباحة هس شن نجي إلى تكيفات المناقير شن هي تكيفات المناقير نجي هنا نشوف هنا معدد لك إياها كما تتنوع المناقير في الطيور حسب طبيعة الغذاء مثلا الطيور التي تتغذى على الحبوب وتلتقطها من الأرض مثل الحمام والعصافير والدجاج يكون من قراش بقصير ومدبب أما التي تتغذى على الحشرات تكون مناقيرها رفيعة ومدببة مثل الهدهد والطيور المائية التي تتغذى على الأسماك تكون مناقيرها شبيهة عريضة ومفلطحة مثل البط والوز أو تكون رفيعة مدببة مثل اللقلق ومالك الحزين وقد يوجد كيس جلدي أسفل المنقار كما في البجع والطيور الجارحة مثل النسر والصقر تكون مناقيرها مدببة ومنحينية نحو الأسفل هذا تشوفون المناقير وتكيفاتها هذا اللقلق أو المالك الحزين وهذا البط والوز وهذا العصافير هذا الطيور الجارحة التي تكون منحنية للأمام ومدببة طبعا هذه كلها التنوعات وهذا البجع اللي يكون إلى من الأسفل شنو كيس جلدي لصيد الأسماك والاحتفاظ بها طلاب هذا أرجو أنه توقف أنت المحاضرة تأشر ويايا هذه التأشيرات كلها حتى إذا أثناء المحاضرة ترى هو نفس الشي تقدر تأشرهم عادي وتنقلهم وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في محاضرات قادمة وأرجو مشاركة المحاضرة مع زماليكم كي تعوم الفائدة